حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال قلت أخبرني كيف صنعتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال ماء قال أهراق الماء ثم دع بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا قال قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدم المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء فصلى ثم حل الناس قال فقلت كيف فعتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي حثنا يحيى بن إسحاق وعفان قال ثنوهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربا فيهما كان يدا بيد قال يعني إنما الربا في النسيئة حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني عمرو بن الحكامي عن مولى قدامة ابن مضعوء عن مولى أسامة ابن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى ويطلب مالا له وكان يصوم يومها الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لما تصوم يومها الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير قد رققت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومها الاثنين ويوم الخميس فسئلا عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس حسنا هشيم بن بشير حدثنا حسين عن أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحناهم فقاتلناهم فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حاميتهم قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتل فكررها علي حتى ثمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ حسنا هشيم أنا سليمان اللتيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجالي حسنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكفر ولا الكفر المسلمة حسنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطومين من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى أني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر حسنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أبن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة فلما آت الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة فقال الصلاة أمامك قالا ثم أتى المزدل فتا فصلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء حسنا سفيان بن عويين تحدثنا عمر ويعني ابن دينار عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد يقول ذهب بالذهب وزنا بوزن قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول أشيئا وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربى في النسيئة حسنا سفيان عن عمر وعن عامري بن سعد قال جاء رجل يسأل سعدا عن أطاعني فقال أسامة بن زيد أنا أحدثك عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا عذاب أوي كذا أرسله الله على ناس قبلكم أو طائفة من بني إسرائيل فهو يجيء أحيانا ويذهب أحيانا فإذا وقع بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه حسنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح فقال هل ترك لنا عقيل من منزل ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ثابت بن قيس أبو غص حدثني أبو سعيد المقبولي حدثني أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفتر ويفتر الأيام حتى لا يكد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكد أن تفطر وتفطر حتى لا تكد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذانيك يومين تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم قال قلت ولم أرك تصوم من شهر شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم حسنا عبد الرزاقي أنا أبن جريج قال قلت لعطاء أسمعت أبن عباس فذكر قصة ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة حنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيدي بن السباقي عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي أعرف أنه يدعو لي حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنا قيس بن سعد عن عطاء عن أبن عباس عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة ورديفه أسامة فجعل يكبح راحللته حتى أن ذفريها لتكدوا أن تمس وربما قال حماد أن تصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الأبل حثنا عفان ثنى وهيب حدثنا أبن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربا فيما كان يدا بيد حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه معوده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أنهاك عن حب يهود فقال عبد الله فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي حدثنا محمد بن علي أبو جعفر عن أسامة بن زيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة قال فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإضاع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة النص حتى مر بالشعب الذي يزعم كثير من الناس أنه صل فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى آت المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كري بن مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإضاع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا أتحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة النص حتى مر بالشعب الذي يزعم كثير من الناس أنه صل فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى آتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن سعيدي بن المسيب حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول لا ربا إلا في النسيئة حثنا أبو سلمة الخزاعي أنا مالك عن محمد بن المنكدري وأبي النظري مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن عامري بن سعدي بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الطاعون فقال أسامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على طائفة ممن كان قبلكم أشكوا في الحديث فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال أبو النظري في حديثه لا يخرجكم إلا فرارا منه حسنا حسن بن محمد حدثنا أبو معشر عن سليمين مولى لبان ليث وكان قديما قال مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد وهو يصلي فحكاه مروان قال أبو معشر وقد لقيهما جميعا فقال أسامة يا مروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب كل فاحش متفحش حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحريثي أن محمد بن المنكدر حدثه أنه أخبره أنه حدثه من سمع أسامة بن زيد يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمزدلفة حدنا عبد الرزاقي أنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين ننزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة كنانة يعني المحصبة حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشمين أن لا ينكحوهم ولا يبيعوهم ولا يؤوهم ثم قال عند ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكفر قال الزهري والخيف الوادي حدنا عبد الرزاقي حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبيري أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال عبد الله بن رواحة أغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك قال فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال أعفو عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد أصطلح أهل هذه البحيرة البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذاك فعل به ما رأيت فعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا حجاج حدثنا ليث يعني ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شيهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره فذكر معناه إلا أنه قال ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة حدثنا أبو اليماني أنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبيري أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا على إكف عليه قطيفة فذكية وأرضف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الخزرج قبل وقعة بدر فذكره وقال البحرة حدثنا أبو عبد الرحمن المقري أحدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن أبا النظر حدثه عن عامري بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن مالك قال فقال له إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي قال لمقال شفقا على ولدها أو على أولادها فقال إن كان كذلك فلا مضار ذلك فارس ولا الرومة حثنا هيثم قال عبد الله وسمعته أنا من الهيثم بن خارج تحدثنا رشدين بن سعد عن عقيل عن أبن شيهاب عن عروتا بن الزبير عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء فلما فرغ من وضوءه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوءه حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبن أبي ذئب عن الحريث عن كري بن مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ما له فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث قال فإذا جروا كلب بين بيوته فأمر به فقوتل فبدله جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأاه فقال لم تأتني فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير حدثنا حسين حدثنا أبن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كري بن مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كآبة فذكر معنى حديث عثمان بن عمر إلا أنه قال فلم يأتني منذ ثلاثين حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا قيس بن الربيع حدثنا جامع بن شداد عن كلثمين الخزاعي عن أسامة بن زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل علي أصحابي فدخلوا عليه فكشف القناعة ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدثنا سريج حدثنا قيس عن جامع إلا أنه قال فدخلوا عليه وهو متقنع ببرد له معافري ولم يقل والنصارى حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عاصمين الأحوال قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة بن زيد قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو أبنة قد احتضرت فشهدنا قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام وقمنا فروف عصبي إلى حجر أوي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع وفي القوم سعد بن عبادة وأبي أحسب ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن أسامة عن أبيه قال اجتمع جعفر علي وزيد بن حريثة فقال جعفر أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله فقال أسامة بن زيد فجاءوا يستأذنونه فقال اخرج فانظر من هؤلاء فقلت هذا جعفر علي وزيد ما أقولوا أبي قال ائذن لهم ودخلوا فقالوا من أحب إليك قال فاطمة قالوا نسألك نسألك عن الرجال قال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك وأنت مني وشجرتي وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنا منك وأنت مني وأما أنت يا زيد فمولايا ومني وإلي وأحب القوم إلي حثنى سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع أبن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبرني أسامة أنه قال الربى في النسيئة حان أبو معاوية تحدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة ابنتي زينبى ونفسها تقعقع كأنها في شن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فدمعت عينه فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله أتبكي أولم تنهى عن البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حتى أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشاعثاء قال خرجت حاجا فدخلت البيت فلما كنت عند الساريتين مضيت حتى لازقت بالحائط قال وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصل أربعا قال فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت قال فقال هاهنا أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى قال قلت فكم صلى قال على هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا ثم لم أسأله كم صلف لما كان العام المقبل قال خرجت حاجا قال فجئت حتى قمت في مقامه قال فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعا حدثنا إسماعيل حدثنا هشام يعني الدستوائية حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكمي بن ثوبانا أن مولى قدامة بن مضعو حدثه أن مولى أسامة بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد كان يخرج في مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس فقلت له لما تصوم في السفر وقد كبرت ورققت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقلت يا رسول الله لما تصوم الاثنين والخميس قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان اللتيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المسكين وإذا أصحاب الجد وقال يحيى بن سعيد وغيره إلا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من يدخلها النساء حان يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني أبي قال سئل أسامة عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا شاهد قال كان سيره العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق وأنا رديفه حسنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وإل إن قال قيل لأسامة ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أن لا أكلمه إلا سمعكم أني لا أكلمه فيما بيني وبينهما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من أفتتح هو الله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ملاك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه حثنا وكيع حدثني صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أسامة ابن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقالوا لها ابن فقال ائتها صباحا ثم حرق حثنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن أبن أسامة ابن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاكا لم تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها حان عارم بن الفضل حدثنا معتمل عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة ابن زيد قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخيذه ويقعد الحسن بن علي على فخيذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما قال أبي قال علي بن المديني هو السلي من عنازة إلى ربيعة يعني أبا تميمة السلية حسنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن عن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة ابن زيد عن أبيه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ملاك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها حسنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصمين عن أبي عثمان النهدي عن أسامة ابن زيد قال أرسلت أبنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن يقبض فأتينا فأرسل بإقراء السلام ويقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتي أن قال فقام وقمنا معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة قال فأخذ الصبي ونفسه تقعقع قال فدمعت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حثنا أحمد بن الحجاج حدثنا أبن أبي فديك عن أبن أبي ذئب عن شعبة عن أبن عباس عن أسامة ابن زيد أنه أردافه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عرفت حتى دخل الشعب ثم أهراق الماء وتوضأ ثم ركب ولم يصلي حثنا زيد بن الحباب أخبرني ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس حثنا يزيد عن أبن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهتا من قريش مرة بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلمات مين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقالا هي العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقالا هي الظهر ثم انصرف إلى أسامة ابن زيد فسألاه فقالا هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهينا رجال أولى أحرقنا بيوتهم حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن الشعبي عن أسامة أنه حدثه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات فلم ترفع راحللته رجلها عادية حتى بلغ جمعا حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن أبي وإيل قال قيل لأسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤت بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله تعالى فيقذف في النار فتندلق به أقتابه فيستدير فيها كما يستدير الحمار في الرحى فيأتي عليه أهل طاعته من الناس فيقولون أي فلأينما كنت تأمرنا به فيقولوا أني كنت أمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره حان عبد الصمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم يعني أصائغة عن عطاء عن أبن عباس حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربى في النسيئة حسنا محمد بن باكر أنا يحيى بن قيس المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم قال كان ابن عباس يحله فقال ابن الزبير إن أبن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ابن عباس فقال إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربى إلا في النسيئة أو النقرة حسنا أبو قطأ حدثني المسعودي عن أبي جعفر عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حسنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرنا قال سمعت ابراهيم بن سعد يحدث أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها قال قلت أنت سمعته يحدث سعدا وهو لا ينكر قال نعم حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم حدثني أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة بنت زينبى ونفسه تقعقع كأنها في شن فقال لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى قال فدمعت عينه فقال له سعد ابن عبادته يا رسول الله أتبكي أولم تنهى عن البكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد قال قالوا له ألا تدخلوا على هذا الرجل فتكلمه قال فقال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينهما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أنا أول من فتحه ولا أقول لرجل أن يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول يؤت بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحة قال فيجتمع أهل النار إليه فيقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهان عن المنكر قال فيقول بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشاعثاء قال خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لازقت بالحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى أربعا فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت قال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى هاهنا فقلت كم صلى قال هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا لم أسأله كم صلى ثم حججت من العام المقبل فجئت حتى قمت في مقامه فجاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي ولم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعا حتى نيعل حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتناه فعرضا في نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لاك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال قلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل فقال ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أم لا من لاك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول ذلك حتى وديدت أني لم أسلم إلا يوم إذنك حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبن عباس عن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحللته حتى أن ذفرها لتكاد تصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الأبل حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن أبن عم لأسامة بن زيد يقال له عياض وكانت بنت أسامة تحته قال ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل خرج من بعض الأرياف حتى إذا كان قريبا من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء قال فأفزع ذلك الناس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا يطلع علينا نقابها يعني المدينة قال أبي وحدثناه الهاشمي ويعقوب وقال جميعا إنه سمع أسامة حدثنا أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبن شيهاب عن أبن عم لأسامة بن زيد يقال له عياض وكانت أبنة أسامة عنده وذكر الحديث مثله قال أبو عبد الرحمن وقال بعضهم عياض بن صبر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عامري بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوجع فذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق أنا أبن جريج أخبرني ابن شيهاب قال أبي وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمري وبني عثمانة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكفر ولا يرث الكافر المسلمة حدثنا عبد الرزاق أنا أبن جريج وروح قال ثنى أبن جريج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بالدخول قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا لما لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة قال عبد الرزاق وقال هذه القبلة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة قال أشراف النبي صلى الله عليه وسلم على أطومين من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال إني لأرى الفتنة تقع خلال المدينة كوقع المطر حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر ويزيد قال أخبرنا محمد بن عمر عن محمدي بن المنكدري عن عامري بن سعدي بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقال الناس سيخبرنا صاحبنا ما صنع قال قال أسامة لما دفع من عرفة فوقع كفى رأس راحل التي حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كده يصيبه يشير إلى الناس بيده السكينة 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 حتى آت جمعا ثم أردف الفضل بن عباس قال فقال الناس يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الفضل لم يزال يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى آت على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض أثنى عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكفر فقرأت على عبد الرحمن مالك عن موسى بن عقبة حا وحدثنا لوح عن مالك عن موسى بن عقبة عن كري بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركبه فلما جاء المزدل فتنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إنساء بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا حسن إسماعيل أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أربى في النساء حسن إسماعيل أنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكمي بن ثوبان أن مول قدام تحدثه أن مولا لأسامة تحدثه أن أسامة بن زيد كان يخرج إلى ماله بوادي القرى فيصوم لاثنين والخميس فقلت له لما تصوم في السفر وقد كبرت ورققت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم لاثنين والخميس فقلت يا رسول الله إنك تصوم لاثنين والخميس فقال إن الأعمال تعرض يوم لاثنين والخميس حسن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن دينار عن ذكوان قال أرسلني أبو سعيد الخديري إلى أبن عباس قال قول له في الصرف أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله ما لم نقرأ قال بكل لا أقول ولكني سمعت أسامة بن زيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربا إلا في الدين أو قال في النسيئة حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيبي بن أبي ثابت قال كنت بالمدينة فبلغني أن الطاعون بالكوفة قال فذكر لي عطاء بن يسار وغير واحد من أهل المدينة هذا الحديث قال فقلت من يحدثه قال فقال عامر بن سعد وكان غائبا قال فلقيت إبراهيم بن سعد قال فسألته عن ذلك فقال سمعت أسامة يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب حبيب شك فيه عذب به ناس قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها قال فقلت له أنت سمعت أسامة يحدث سعدا فلم ينكر قال نعم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سليمان قال سمعت أبوائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقولوا أني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله قال شعبة وحدثني منصور عن أبي وإلن عن أسامة بنحو منه إلا أنه زاد فيه فتندلق أكتاب بطنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أنا أبن شيهاب عن علي بن حسين عن عمري بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكفر حدثنا هشيم أنا عبد الملك حدثنا عطاء قال قال أسامة بن زيد كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها قال فتناول الخطام بأحدى يديه وهو رافع يده الأخرى حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل بوجهه نحو الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة حدثنا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة الدخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلسا فحمضا لها وأثنى عليه وكبر وهلالا ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه قالا ثم كبر وهلالا ودعا ثم فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثا حثنا محمد بن عبد الله بن المثن حدثني صالح بن الأخضر حدثني الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه وجهة فقبض النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو بكر رضي الله عنه ما الذي عهد إليك قال عهد إلي أن أغير على أبن صباحا ثم أحرق حثنا يحيى بن سعيد حدثنا الله الطيمي وعن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامت من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد محبوسون إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار ووقفت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء حثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى عن شعب تحدثني حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون بأرض وأنتم ليس بها فلا تدخلوها وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها حثنا يحيى بن سعيد عن ألا الطيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما قال يحيى قال اللا الطيمي كنت أحدث به فدخلني منه فقلت أنا أحدث به منذ كذا وكذا فوجدته مكتوبا عندي حثنا يحيى بن سعيد حدثنا ألا الطيمي وإسماعيل عن ألا الطيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت في الناس بعد فتنة أضر على الرجال من النساء حثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى آت الأستوانتين اللتين طاليان الباب باب الكعبة فجلس فحمض الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى آت ما استقبل من دبور الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمض الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف حتى آت كل ركن من أركان البيت فاستقبله بالتكبير والتهليل والتصبيح والثناء على الله عز وجل والاستغفار والمسألة ثم خرج فصل ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة حان يحيى عن سفيان حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع أو أفاض من عرفة فأتى النقب الذي ينزله الأمراء والخلفاء قال فبالا فأتيته بماء فتوضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم ركب راحل لتهو قلت الصلاة يا نبي الله قال الصلاة أمامك قال فأتى جمعا فأقام فصل المغرب ثم لم يحل بقية الناس حتى أقام فصل العشاء حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة أفو لما بلغ قال معمر الشعب وقال الثوري النقب فذكر معناه حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند أسامة فسئلا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة فقالا كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني فوق العنق حدثنا وكيع عن أبن ذر عن مجاهد عن أسامة ابن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة موسيقى موسيقى موسيقى